اربعة اعوام الا قليلا منذ انطلاق عاصفة الحزم للسعادة الشرعية اليمنية واسقاط الانقلاب لكن ايا من ذلك لم يتحقق فهل عجز التحالف في اتمام مهمته ام انه لا يريد اليمنيون يرون ان هذه الحرب لا افق لها ففي الوقت الذي كانت الانظار تتجه نحو العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة لاحتضان نواة مشروع الدولة الاتحادية سرعان ما تحولت المدينة الى مسرح للفوضى والجريمة المنظمة وبيئة طاردة للشرعية والنضال الوطني وبدأ عقد الشراكة ينفرط لقد تحولت المناطق المحررة الى مدن مستباحة اغتيالات وسجون سرية وخوف وباتت اليوم محكومة بالفوضى المسلحة والعبث فيما مضى التحالف في درب اخر غير درب التحرير درب المستعمر وبرزت مطامعه فوق كل الحسابات فما هي خيارات شرعية امام كل ما يحدث ففي ظل استمرار سيطرة الانقلاب على العاصمة سنعاء وميناء الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية تستمر مطحنة الحرب فوق رؤوس اليمنيين دون نوايا حقيقية لحسمها فيما بات التحالف يخوض معركته ضد الشرعية ذاتها ويمارس سطوة قاتلة بحق اليمنيين ودولتهم ولم تعد تخفى الاطماع السعودية في المهر على احد وباتت جرائم الامارات في اليمن في صدارة الاعلام الدولي في الان نحن السعودية تفرض امر واقع ولهذا الشعب سيرفض ولن يكون هناك ابناء ميناء ولن يمد نفط بيب نفط الا بعد من موت الا عندما تكون الدولة اليمنية بمؤسساتها الرئاسية والتشريعية يعني والسيادة على الراضي اليمنية ممكن في هذا الحالة ان تكون هناك اتفاقات من هذا النوع لان هذه اتفاقات سيادية لابد من يكون مؤسسة رئاسية منتخبة لابد ان يكون مجلس النواب ونحن المصالح السعودية نحن مش ضدها نحن نقدر ومستعدين نستوعب المصالح السعودية بس كل شيء يكون باتفاق مش بهذه الطريقة يعني يتساءل مراقبون اذا ما كان على شرعية ان تجري ترتيباتها العسكرية لسد الفراغات التي ستنتج في حال قرر التحالف انهاء تدخله واوقف نشاطه العسكري على الارض لتمتلك الشرعية قرارها في خوض معركة اليمنيين واسقاط الانقلاب ام انها ستمضي لتسليم ما تبقى من البلاد لإدارة وهيمنة التحالف في الاتجاه المقابل لم يعد خافيا الصراعات الخليجية الخليجية وتأثيراتها على مسار الازمة اليمنية بل والتحولات المتوقعة التي ستشهدها المنطقة خصوصا مع تنامي العداء الدولي للنظام السعودي الذي اثقل كاهل القضية اليمنية امام العالم يرتفع منصوب المخاطر المحيطة بالشرعية والملف اليمني كلما تأخر وقت اتخاذ القرار لكن الشرعية كما تفيد كل الشواهد لم تفكر في اتخاذ خيار الانتصار لسيادة البلد واعادة وضفط علاقتها بالتحالف لانقاذ ما يمكن انقاذه اشتركوا في القناة